بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ اليوم إن شاء الله بدرس 106 الخاص بأساسية الASB.NET اليوم سنحكي عن Raising Custom Events from User Controls أنا محمد ما أدعرفه بهذا الدرس سنتعرف على كيفية إضافة Custom Events إلى User Controls قمنا بإنشاءها وكذلك سنتعرف أكثر على Events و Delegates لكن حتى نفهم درس اليوم لابد من مراجعة الدرس اللي هو 104 و 105 وحتى نفهم Events و Delegates بشكل جيد لابد من مشاهدة الدروس من الدرس السادس والثلاثون والسابب والثلاثون والثامن والثلاثون والتاسع والثلاثون اللي خاصة بأساسيات اللي هو .NET تمام الآن خلينا نبدأ ب كيفية إضافة Custom Events إلى User Control إحنا قمنا بإنشاؤه تمام؟ الآن العديد من الأشخاص بيشوفوا أنه Events و Delegates هي خلينا نحكي are complex and difficult to understand يعني هي من الأمور المعقدة ومن الأمور خلينا نحكي الصعب أنه الواحد يفهمها لكن إذا أنت فهمت اللي هو خلينا نحكي أساسيات اللي هو Events و Delegates بالشكل الصحيح أتوقع أنه مفهوم Events و Delegates رح تصبح من الأمور اللي خلينا نحكي نوعا ما سهلة أوكي؟ الآن خلينا نحكي أنه في عنا نقطتين لابد أنه أشياء لإلهم ما هو ال Delegates؟ ال Delegates هو بكل بساطة هو عبارة عن function pointers تمام؟ وال Syntax لإله هو مشابه تماما لا ال Function تمام؟ وأيضا ما هو ال Events؟ ال Events هو عبارة عن متغير بكون النوع تاعه هو Delegate يعني هو مجرد متغير النوع تاعه Delegate تمام؟ لكن ال Events بكون مع كلمة اللي هو Event Keyword بتلاحظ أنه بكون موجود كلمة اللي هو Event Keyword أوكي؟ تمام، الآن مفهوم ال Delegates أو مفهوم ال Events ممكن ما يكون نحكي واضح معك في هاي اللحظة لكن كمان شوية رح يكون واضح بشكل مفصل تمام؟ ورح نشوف كيف رح نستخدم ال Delegates وال Events وخير نحكي انبسط هاي المفاهيم أوكي؟ الآن إحنا في درس أو خير نحكي خلال الدروس الماضية قمنا بإنشاء اللي هو ال Calendar User Control تمام؟ ولاحظنا أنه ال Calendar User Control لو رجعنا له بداخل ال Visual Studio لاحظنا أنه هذا هو ال Control وسمينا اللي هو Calendar Control وطبعاً هذا ال Control لو رحنا مباشرة على الكود ستلاحظ أنه هذا هو الكود اللي قمنا بكتابته في الدرس اللي هو الماضي أوكي؟ تمام؟ وهو كود بسيط جداً زي ما إحنا شايفين بتلاحظ أنه ما في عندي هنا أي Custom Event موجود فبالتالي إحنا رح نتعرف في هذا الدرس اللي هو على كيفية إضافة Custom Events وفي الدرس القادم رح نتعرف على كيفية استخدام هذا ال Custom Event أوكي؟ تمام الآن خلينا نرجع إلى السلايد الآن لابد حتى أني أنشأ اللي هو Custom خلينا نحكي Event لWeb User Control لابد أنك تتبع الخطوات الخمسة التالية أول خطوة لابد أن نقوم بإنشاء اللي هو Class هذا ال Class رح يحتوي خلينا نحكي معلومات تمام؟ رح تخص عملياً اللي هو Event اللي رح ننشئه كمان شوي فبالتالي أنا رح أقوم الآن بإنشاء Class هذا ال Class رح أسميه عندي اللي هو Calendar Visibility Changed Event Arcs فبالتالي رح يكون في عندي Class بهذا الاسم وهذا ال Class فعلياً رح يحمل ال Data اللي رح تهم ال Event اللي رح نقوم بإنشاءه كمان شوي فبالتالي خلينا نروح مباشرة إلى ال Visual Studio طبع بإمكانك أنك تنشئ عندك Class خلينا نحكي بفايل خلينا نحكي منفصل ولكن لأجل التبسيط رح أقوم عندي هنا بإنشاء Class في نفس اللي هو الفايل فبالتالي الآن رح أقوم عندي هنا بإنشاء Class فرح أحكي عندي هنا مباشرة اللي هو Public Class وهذا ال Class رح يكون اسمه اللي هو Calendar Visibility Changed Event Arcs فبالتالي رح أخذ نفس هذا الاسم أوكي من ال Not Bad حتى أقوم بتوفير اللي هو الوقت للكتابة الآن بداخل عندي هذا ال Class الأمر ما هو ال Custom Event اللي أنا بدي أقوم بعمله؟ أوكي الآن ال Custom Event اللي أنا بدي أقوم بعمله لو رجعنا هنا مباشرة إلى ال Web Form 2 تمام؟ ال Custom Events اللي أنا بدي أقوم بعمله اللي هو لما تتغير خلينا نحكي حالة ال Visibility لل Control فبتلاحظة الآن لما أنا عمليا هي Not Visible الآن لما ضغطت عليها أصبحت Visible الآن لما رجعت اخترت ال Date أصبحت Not Visible فبالتالي بدي عمليا لما تتغير حالة اللي هي ال Calendar من Visible إلى Non Visible أو من Not Visible إلى Visible بدي مباشرة أطلق اللي هو ال Custom Event اللي أنا بدي أقوم بعمله أوكي؟ إذن هذا هو ال Custom Event اللي إحنا بنقوم بعمليا إصداره أوكي؟ فبالتالي الآن بداخل هذا اللي هو ال Calendar Control راح أقوم بإنشاء عندي هنا اللي هو Field أوكي فبالتالي راح أحكي عندي هنا اللي هو Private وهذا ال Field راح يكون من نوع Boolean وطبعا راح أسمي عندي هنا اللي هو Is Visible أوكي؟ تمام؟ الآن عندي هنا مباشرة راح أقوم أيضا بإنشاء اللي هي Property هاي ال Property من خلالها راح أقض عمليا راح أقدر أنه أقرأ اللي هو حالة ال Visibility أوكي؟ فبالتالي راح أقدر أتحكم من خلالها في موضوع ال Visibility فخلين نقوم بإنشاءها طبعا راح يكون في عندي هنا اللي هو Public وال Retain أو خلين نحكي ال Data Type راح أتعمل معها Boolean وطبعا راح نسميها اللي هو Is Visibility زين ما إحنا شايفين أوكي؟ أوكي؟ الآن Is Visibility وطبعا بداخلها راح يحتوي فقط على اللي هو Get Method وبداخل هاي ال Get Method راح أرجع اللي هو ال Is Visible بغض النظر عن قمتها سواء كانت هي True أو False تمام؟ الآن لابد أن نقوم بإنشاء هذا اللي هو ال Field فبالتالي حتى نقوم بإنشاء هذا ال Field لابد من بناء اللي هو Constructor فبالتالي راح أقوم عندي هون بإنشاء Constructor وال Constructor زي ما إحنا بنعرفه راح يحمل اللي هو نفس اسم ال Class فبالتالي راح أجي أحكي عندي هون مباشرة اللي هو Public اسم ال Class اللي هو Calendar Visibility Changed Event Arcs راح يأخذ اللي هو متغير أو براميتر من نوع اللي هو Pullian راح أسميه عندي هون اللي هو Is Visible أوكي؟ أوكي؟ من داخل عندي هذا اللي هو ال Constructor راح أجي أحكي مباشرة اللي هو This dot اللي هو Underscore Is Visible equal اللي هي Value بغض النظر عن هاي القيمة أو Value اللي راح تكون مخزنة بداخل هاي البراميتر اللي اسمه Is Visible أوكي؟ الآن مباشرة راح نيجي نحط إنا هون الهو Semicolon أوكي؟ الآن هاي هي إذن الخطوة الأولى قمنا بإنشاء اللي هو Class هذا ال Class كمان شوي راح يحمل ال Data واللي هي راح تكون مهمة جداً لل Events اللي راح أقوم بإنشاءه تمام؟ طبعاً احتوت على Fields وبعدك احتوت على Constructor وبعدك احتوت مباشرة على اللي هي Property وطبعاً قمنا بإنشاء اللي هو Constructor حتى يقوم بعمل اللي هو خلينا نحكي Initial Value لهذا اللي هو Field أوكي؟ إذن هاي هي ال Step الرقم اللي هو واحد ال Step الرقم اثنين راح نقوم عندنا هنا بإنشاء اللي هو عبارة عن Delegate تمام؟ وال Delegate هذا راح يكون اسمه هو Calendar Visibility Change Event Handler أوكي؟ الآن لو رحت عندي هنا مباشرة بداخل اللي هو Visual Studio رحت بالتحديد بداخل Web Form 2 الآن زي ما انت بتلاحظ انه بداخل عندي هنا اللي هو Web Form 2 لو رحت على View Designer الآن بداخل ال Web Form 2 في عندي هنا اللي هو Pattern أوكي؟ الآن لو رحت ضغط ورحت ضغط تبلي كليك رح يعمل لي هذا هو Event Handler اللي خاص فيها الآن لو قدت عندي هنا مباشرة نديت اللي هي البتون فبالتالي في عندي هنا اللي هو Pattern 1 إذن أنا في عندي فعلياً Control وفي عندي Event خلينا نحكي خاص في هذا Control اللي هو عبارة عن Click تمام؟ الآن ال Event Handler هو بكل بساطة Function Pointer بمعنى لما يصير عندي Click على Control اسمه Pattern رح يعمل لك Fire لهذا اللي هو الفونكشن الموجود عندي هون فبالتالي هذا هو Event Handler بكل بساطة لو وديت عندي هنا مباشرة ضغطت على اللي هو Click زي ما احنا شايفين ضغطت عندي هنا Double Tab لحتلاحظ انه هنا مباشرة لو رحت على Click واللي هو بحد ذاته هو عبارة عن إبنت تمام؟ الآن لو رحت مباشرة لو رحت مباشرة لحظة انه Exec هو عملياً من نوع هو Event Handler تمام؟ زي ما عملياً عندي هون الإنتليسيس موضح الآن لو رحت مباشرة لقل حظة انه هذا هو عبارة عن Event تمام؟ وهو من نوع زي ما إحنا شايفين من نوع Event Handler إذن إذن إنتليسيس هي عبارة عن Delegate إذن بكل بساطة ال Event هو عبارة عن متغير من نوع اللي هو Delegate وهذا Delegate هون عندي بهاي الحالي اسمه EventHandler ولكن اللي بيميزه انه بيكون في عندي هون اللي هي كلمة اللي هي Event فبالتالي زي ما احنا ملاحظين انه عندي هون ال Event هو عبارة عن متغير من نوع Delegate ولكن بيكون معه اللي هو كلمة اللي هو Event زي ما احنا شايفين لو رحت مباشرة لل EventHandler راح اطلاحظ انه EventHandler هو مشابه تماما لل Function لكن الاختلاف اللي موجود عندي ما بين اللي هو EventHandler وال Function انه ال Delegate زي ما احنا شايفين بنتهي بسميكلون وكذلك ايضا بيحتوي على اللي هي Delegate Keyword اذا هذا هو الاختلاف ما بين ال Function وما بين اللي هو ال Delegate وطبعا عندي في هاي الحالي اسم ال Delegate هو EventHandler تماما وهو بو خطو براميتر اللي هو Sender وزي ما احنا شايفين هو عبارة عن E فبالتالي الان انا راح اقوم بكل بساطة بانشاء اللي هو Event عفوا راح اقوم عندي هنا بانشاء اللي هو Delegate تماما وطبعا هذا ال Delegate راح يكون اسمه اللي هو Calendar Visibility Change EventHandler اذن بنفس الطريقة اللي موجود عندي فيها هذا ال Delegate راح اقوم بانشاؤه فبالتالي بشكل مباشر خلين ناخدها As As اللي هي Copy راح نعملها عندي Based بداخل عندي هنا اللي هو ال Calendar Control تماما وطبعا راح يكون خارج اللي هو ال Class تماما فبالتالي الان انا عرفت عندي هنا اللي هو Delegate وطبعا عندي هنا Retend Type لالها اللي هي Void راح اسمي عندي هاي Delegate ليس EventHandler راح اسميها اللي هي Calendar Visibility Change EventHandler راح اعمل منها Copy ورح احطها عندي هنا مباشرة اللي هو Based الان زي ما احنا ملاحظين عندي هون هذا ال Delegate راح يتوقع توبراميته اللي هو عبارة عن Sender وهال EventArcs طبعا ال EventArcs اللي هو راح يمثل ال Data اللي خاصة في ال Event لكن احنا عنا هنا ال Data هي Custom Data وطبعا ال Custom Data هون اللي هي بتتعلق بموضوع اللي هو Visibility فبالتالي عندي هنا ما راح اسمي ال EventArcs بل راح استخدم عندي هون اللي هو ال Class اللي راح يحمل ال Data اللي خاصة في ال Event فلذلك راح اجي هون مباشرة اللي راح يكون في عندي في السكند براميتر اللي هو Arm E من هون اللي هو Calendar Visibility Change EventArcs لانها هي اللي راح تحمل ال Data وهي فعليا Custom Data تتعلق في ال Visibility اوكي ايضا في عندي نقطة مهمة جدا انه هون Calendar Visibility Change EventArcs خلينا خلي يعمل وراثة من اللي هو ال Class اللي هو ال EventArcs اوكي؟ تمام، كونه راح يزودني الآن بالعديد من ال Functions اللي موجودة راح يزود اللي هو ال Class اللي اسمه Calendar Visibility Change EventArcs تمام؟ بالعديد من ال Functions اللي هي Already موجودة بداخل ال EventArcs اوكي؟ الآن إذن في الخطوة الرقم 2 قمنا بإنشاء هذا اللي هو ال Delegate تمام؟ كخطوة الرقم اللي هو ال 2 في الخطوة الرقم 3 راح أقوم عندي الآن بإنشاء اللي هو ال Event وزينا حذكرنا ال Event هو متغير من نوع اللي هو ال Delegate اوكي؟ فبالتالي الآن هذا اللي هو ال Event راح يكون معرف بداخل اللي هو ال Control واللي هو عندي في هاي الحالة اسمه Calendar اللي هو Control فبالتالي راح أعمل هنا Expand وطبعاً بداخله راح أقوم عندي هنا اللي هو بإضافة هذا ال Event اهم زي ما حذكرنا لما نحن نقوم بتعريف اللي هو متغير بخير نحكي من نوع اللي هو Integer واسمه i فبالتالي الآن أنا أصبح عندي متغير i من نوع اللي هو Integer نفس الفكرة راح تتعرف عندك هنا Event تمام؟ ال Event راح يحمي الاسم وهنا الاسم راح يكون عندي في هاي الحالة راح أسميه Calendar Visibility Change فبالتالي راح أروح مباشرة عندي هنا وأسمي هذا المتغير Calendar Visibility Changed فبالتالي هذا اللي هو اسم اللي هو Event راح يكون من نوع اللي هو Delegate ال Delegate اللي احنا قمنا بإنشاؤه هو عبارة عن Calendar Visibility Change Event Handler فبالتالي هذا اللي هو النوع اللي خاص فيه وطبعا زي ما احنا شايفين لا بد زي ما احنا بنعرف بما انه نتعامل مع Event لا بدك تستخدم اللي هي كلمة اللي هي Event زي ما احنا شايفين فبالتالي أنا في هاي الحالة أصبح الآن في عندي اللي هون زي ما احنا شايفين اللي هو Event تمام الآن إذا في هاي الخطوة زي ما احنا شايفين قمنا بإنشاء اللي هو Event من نوع اللي هو اسمه Calendar Visibility Changed ومن نوع اللي هو Delegate اللي هو Calendar Visibility Change Event Handler اوكي؟ تمام الآن خلا نروح مباشرة إلى الخطوة ليس الرابعة الخطوة الخامسة الرابعة كمان شوية رح نرجع لها الآن رح نيجي نعمل Raise لهذا Event رح نطلق هذا اللي هو Event تمام؟ لكن وين ترح يتم إطلاق هذا اللي هو Event لما تتغير حالة اللي هي ال Visibility اللي خاصة في ال Control اللي اسمه Calendar Control فبالتالي الآن رح نيجي نعمل Raise لهذا اللي هو Event تمام؟ الآن كيف بدأ عمليا؟ وينت أنا بتتغير حالة اللي هو وينت بتتغير حالة ال Visibility تمام؟ اللي خاصة في هذا اللي هو Control زي ما احنا شايفين اندي هنا لما يتم الضغط على اللي هو ال Button ال Image Button فبالتالي لاحظ لحظة انه إذا كان ال Visibility لها True فبالتالي خليلي إياها False فبالتالي هنا احنا بتتغير أيضا بال Else هي عمالها بتتغير زي ما احنا شايفين وأيضا في اللي هو Page Underscore Load هي عمالها بتتغير الآن بكل بساطة كيف رح نعمل Fire عمليا لل Event اللي اسمه أو اللي احنا خلين نحكي قمنا بإنشاءه اللي هو Calendar Visibility Change تمام أو خلين نحكي مباشرة راح أقوم عندي الآن بإنشاء اللي هو Object وهذا ال Object خلينا نجي نسمي Calendar Visibility أو خلينا نجي نسمي مباشرة Visibility Change اللي هي Data مباشرة راح أسمي بهذا اللي هو الاسم equal اللي هو New Calendar Visibility Change Event Handler أو عفواً Calendar Visibility Change Event Arcs الآن هذا ال Class راح ياخد براميتر طبعا راح تلاحظه قيمة هنا Visibility اللي هي False فبالتالي راح أمرر له عندي اللي هو False تمام الآن إذا نحنا قمنا الآن بإنشاء اللي هو ال Data اللي راح تتعلق فيه ال Events الآن مباشرة راح أنادي اللي هو ال Event الآن حتى أنادي هذا ال Event اللي هو ال Event اللي احنا قمنا بإنشاؤه واللي هو عندي هنا اسمه Calendar Visibility Changed أوكي فبالتالي الآن راح أنادي هذا اللي هو ال Event اللي موجود عندي هون اللي هو Calendar Visibility Arm Changed لاحظ لاحظه انه هذا Calendar Visibility Changed وانت بدك تقوم بإطلاقه بدك أقوم مين اللي راح يكون عملياً مسؤول عن إطلاقه اللي هو Control اللي هو بالتحديد اللي هو اسمه Calendar اللي هو Control فبالتالي راح أمرر له هذا اللي هو اسم اللي هو عملية اللي هو اللي هو Calendar Control الآن بعد هيك مباشرة راح نمرر له زي ما احنا شايفين اللي هي ال Data وطبعاً زي ما احنا شايفين ال Data اللي هي عبارة عن اللي هي بتمثل Calendar Visibility Change Event Arx اللي هي راح تكون عملياً اللي هي Data فبالتالي راح أمرر له Visibility Change اللي هي Data لكن قبل ما أمرر عملياً أو قبل ما أعمل Raising لهذا اللي هو null أوكي زي ما احنا شايفين تمام طبعاً راح نحكي ليش إنه لابد إنه نشيك على Calendar Visibility Change إنه العملياً لازم قيمتها ما تكون تساوي null أوكي راح نشرح هذا إن شاء الله في الدرس اللي هو القادم بإذن الله أوكي الآن لو رجعت الآن مرة ثانية فين دي هون اللي هي الخطوة الرابعة الخطوة الرابعة بيحكي لك إنه مباشرة نقوم بإنشاء اللي هو Protected Virtual Method تمام وأيضاً حتى إنك تعمل Raising لهذا الـ Event لكن راح تلاحظ أن هنا نعملنا Raising لهذا الـ Event بشكل مباشر أو بإمكانك إنك مباشرة تقوم بإنشاء اللي هو خلينا نحكي Method تمام فبالتالي خلينا نقوم بإنشاء اللي هي Method وهي Method خلينا نسميها عندي هنا مباشرة نقوم بإنشاءها تحت الـ Event تمام بداخل الـ Web User Control خلينا نسميها عندي هنا اللي هي راح تكون هي Protected وهي أيضاً في نفس الوقت Virtual وهي Void وطبعاً بإمكانك إنك تسميها الاسم اللي أنت بدك إياه تمام خلينا نسميها On Click أو خلينا نسميها On Calendar Visibility It Changed خلينا نسميها بهذا الاسم أوكي لا هاي اللي هي الميثود أوكي راح نسميها عندي هنا اللي هي On Calendar Visibility Changed راح تأخذ خلينا نحكي اللي هي كبراميتر لإلها اللي هي عبارة عن الـ Data تمام اللي هي راح تتمثل في الـ Class اللي بيحمل الـ Data تمام وطبعاً راح يكون هنا عندي اسم هذا البراميتر هو عبارة عن E أوكي بعد ذلك مباشرة راح أنادي اللي هو الـ Event اللي هو عبارة عن Calendar Visibility Changed تمام وطبعاً زي ما إحنا شايفين راح أمرل له اللي هو زي ما إحنا شايفين اللي هو ورح أمرل له الـ Data والـ Data راح تكون مخزنة بداخل هذا البراميتر اللي اسمه E أوكي تمام الآن أصبح عندي بهاي الحالة أصبح عندي اللي هو One Virtual Method الآن بإمكانك أنك مباشرة بدل ما إحنا كنا نيجي هنا مباشرة النادي عندي هنا بهاي الحالة وبالتالي بكل بساطة أصبح الآن هذا الكود ما إله أي داعي الآن أنا قمت عندي هنا بإنشاء الـ Data بكل بساطة فقط بنادي اللي هو هاي المثود اللي إحنا قمنا بإنشاءها وفقط بمريرها اللي هي Data اللي هي عبارة عن Visibility Changed Data أوكي أوكي الآن أيضا فقط بدي أنتبه أنه بداخل عندي هاي المثود اللي اسمها Protected Virtual Method اللي هي On Calendar Visibility Change لابد أني أشيك أنه عندي هنا الـ Event يجب أنه عمليا ما يكون بساوي نل أوكي وطبعا رح نحكي في الدرس القادم ليه لابد أنه نشيك على اللي هو النل تمام؟ وأيضا في الدرس القادم رح نتعرف على كيفية استخدامنا لهذا اللي هو Event Hander تمام؟ الآن لو جيت عندي هنا سيبت وارجعت مرة ثانية الآن أعملت Build طبعا الآن إحنا ندينا أيضا عندي هنا في visible لما كانت قيمة false رح نرجع مرة ثانية ندي عندي هنا لمكانت اللي هي visible أيضا فولز وأيضا رح نرجع ندي مرة ثانية هنا لمكان اللي هو قيمة true وطبعا لا تنسى أنه هنا القيمة إلها true فبالتالي لابد أن نعدلها إلى اللي هو true أوكي؟ تمام؟ الآن هيك أصبح عندي الكود جاهز الآن لو أجيت عندي هنا مرة ثانية الآن نجي نعمل save أوكي؟ الآن رح نجي نعمل الهو build لا solution الآن رح يعطيين عندي هون الهو build succeeded الآن لو رجعت لل web form 2 وبداخل الweb form 2 لو رحت على الهو الكود لأن لو حاولت عندي هنا مباشرة أنادي حكيت عندي الهو calendar control dot لاحظ 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 أنه مباشرة رح يجيب لي اللي هو خلينا نحكي اللي هو اللي احنا قمنا بإنشاؤه تمام؟ هذا اللي هو اللي احنا قمنا بإنشاؤه خلينا نرجع هون نشوف شو اسمه اوكي الان رح يكون عندي هون اللي هو اسم الـ event هو عبارة عن calendar visibility changed فبالتالي الان لو رجعت عندي هون بداخل الكود اوكي مباشرة لاحظ لاحظ انه عندي هون dot calendar calendar اوكي الان already هو ما بيبين معي بداخل عندي هون الويب form 2 بكل بساطة الان خلينا نرجع الى control لاحظت انه هو عبارة عن عمليا ما فيه اي خلينا نحكي اي access modifier انا لو اجينا خلينا اللي هو عندي هون public وعملنا الان 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 لو رجعت مرة تانية نديت اندي هون اللي هو الكلندر رح تلاحظ انه مباشرة اصبح عندي هون اللي هو event handler وهو custom event احنا قمنا بانشاؤه وهذا custom event هو بتعلق بموضوع اللي هو visibility اللي هو اسمه calendar visibility changed في الدرس القادم ان شاء الله رح نشوف اللي هو كيفية استخدام هذا اللي هو custom event handler اللي بتعلق بال visibility اللي قمنا بانشاؤه اللي هو الweb user control اسمه calendar control وكذلك ايضا رح نعرف ليش احنا لابد انه نشيك على موضوع اللي هو النل الآن السؤال الاخر بترح نفسه انه عندي هنا الvirtual مثل اللي احنا قمنا عندي هنا بانشاؤها ليه هي عبارة عن protected وليه هي ايضا virtual protected حتى اني اقدر استخدمها في اي class اخر فلنفترض انه في عندي هنا كان عندي another class اوكي على سبيل المثال لو اجيت حكيت عندي هنا اللي هو public class خاني نجي نحكي اللي هو custom نسمي مثلا user controls اوكي الان بامكانك انك مباشرة اذا هذا ال class كان عامل inheritance من اللي هو user control اوكي اللي اسمه عندي هون اللي هو calendar control اوكي خليني نرجع الان مباشرة لو كان عامل منه inheritance بطبيقها اوكي الآن بكل بساطة بإمكانك انك تستخدم الي هو event الموجود عندي هون اوكي لاحظت أنه هنا مباشرة بإمكانك أنك تستخدم عندي هنا اللي هو On Calendar Visibility Changed زي ما إحنا شايفين أوكي فبالتالي الآن لو ما كان عندك هو عبارة عن لو ما كان عندك هنا مباشرة بداخل هنا الميثود هو عبارة عن Protected فبالتالي ما راح تقدر تستخدمه بلص أيضاً أنه في عندي هنا Virtual دليل على أنك بإمكانك أنك تقدر تعمل منها اللي هو Override وتكتب الكود اللي أنت بدك إياه قبل أنك تعمل Fire لهذا اللي هو Event أوكي طمام زي ما إحنا شايفين الآن لو أجينا عندنا هنا زي ما أتبع تلاحظ أنه في عندي هنا اللي هو Event الموجود عندي هنا الاسمه Calendar Visibility Changed الآن لو أجيت عندي هنا مباشرة حكاية اللي هنا عندي اللي هو Calendar أوكي لاحظ تلاحظ أنه في عندي هنا اللي هو Calendar Control زي ما إحنا شايفين طبعاً هو عبارة عن Event Handler أوكي فبالتالي أصبح بإمكانك أنك تعمل Access على اللي هو Calendar Controls وبطبعاً بإمكانك أنك تستخدم كل شيء بداخل اللي هو Custom User Control اللي إحنا قمنا بإنشاؤه فلذلك هي Protected وطبعاً هي Virtual حتى أنك تقدر تعمل Override من اللي هي الميثود الموجودة عندك فبالتالي إحنا زي ما إحنا شايفين عندي هنا وطبعاً بإمكانك أنك تعمل أي إمبليمنتيشن أنت بدك إياه أوكي أتمنى أن يكون درس اليوم واضح وسهل في الدرس القادم إن شاء الله راح نشوف اللي هو كيفية استخدام هذا اللي هو Custom Event اللي إحنا قمنا بإنشاؤه ولماذا أيضاً لابد إنه إحنا نشيك علىها اللي هو النل أو خلنا نحكي قبل ما ننادي هذا اللي هو Events أتمنى أن يكون درس اليوم واضح وسهل أخيراً Thanks for listening and have a great day